الحمد لله الفيلم طلع حلو الحمد لله الحمد لله قدره لطف الحمد لله ألف حمد وشكر لك أحداث فيلم جوكر بتدور عن أرتر فلاك أرتر عايش مع والدته وبيشتغل كمهرج للإيجار في شركة صغيرة بيحلم أنه يبقى كوميديا الناجح في يوم من الأيام رغم أنه بيعاني من عدد من الاضطرابات النفسية كما أنه كمان بيعاني من العنف والإهمال بتوع المجتمع اللي حواليه ومع تزايد الضغوط وتراجع الدعم بنبتدي نشوف تحول خطير فيا ترى إيه اللي حيحصل عادة قبل ما نشوف فيلم متاخد من الكوميك بوكس أو حتى مبني على شخصية متاخدة من الكوميك بوكس بنقضي بعض الوقت في الأبحاث بنحاول نفهم الخلفيات ونجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عشان نتأكد من أننا حنفهم الفيلم ونقضره في رأيي قبل مشاهدة فيلم جوكر في حاجة واحدة بس محتاجين نكون فاهمينها وهي تصنيف الفيلم على مستوى النوع جوكر هو دراسة وقصة أصول لشخصية شهيرة جدا في عالم الكتب المصورة كل قسم في التصنيف ده مهم جدا سواء بالمعنى الإيجابي أو بالمعنى السلبي وكل قسم مش موجود في التعريف ده برضو مهم جدا الفيلم ده ما فيهوش مهمة ما فيهوش مغمرة ده فيلم مش شبه أي فيلم شفناه قبل كده كان ليه أي علاقة بالكتب المصورة فيلمنا في الأساس دراسة شخصية الفيلم الكله بيتحكي من منظور شخصيتنا الرئيسية لو فيه حدث معين هو ما بيشهدوش يبقى احنا ما بنشوفهوش بنرائب أفعاله وردود أفعاله وأحاسيسه وتحوله في كل خطوة عندنا وصول سهل لكل أداة ممكنة ممكن تساعدنا عشان نفهم نوع الشخص ده ونوع المعاناة اللي بيمر بيها وده أهم للفيلم من اللي بيحصله ومن اللي هو بيتسبب فيه ده مطروك بالكامل للقسم الخاص بالقصة وزي ما اتفقنا هي قصة أصول بنشوف إزاي أرثر فلاك تحول للجوكر وعشان نكون واضحين في عالم الكتب المصورة مفيش حاجة اسمها أرثر فلاك ومفيش أي مرجعية للقصة دي بالتحديد على إنها قصة أصول الجوكر ولكن بدون ما الراجل ده يتحول للجوكر ومن غير الإشارات المختلفة لعلامات دي سي الأيقونية الفيلم ده عمره ما كان حينال الاهتمام ده كله وكتير من عيوبه كانت حتبقى مرئية أكتر من كده لذلك أنا شايف إنه من العدل إن احنا نبص على الفيلم من جانبي العملة جانب قصة الجوكر وجانب قصة فيلم مش بالضرورة بيحكي قصة الجوكر وخلوني أشرح الفرق خلونا نبتدي بالنواحي الرأي مش هيختلف فيها بناء على المنظور الفيلم مثير جدا للاهتمام وجاذب جدا للانتباه من البداية للنهاية مش قادر أفكر في أي فصل ممكن يتقال عليه مملة أو رتيب قرارات الإقاع كانت ممتازة وأنا هنا بتكلم عن التنوعات لأننا كنا بنبطأ في أوقات وكنا بنصرع في أوقات وتقريبا دايما القرار كان صحيح الصورة كانت رائعة الجمال ويبدو أن في مجهود واضح في توصيل كدر ما يتنسيش في كل فرصة ممكنة في بعض الأحيان بيبقى له معنى وفي بعض الأحيان ما بيبقى لهش معنى بس دايما من المثير للإعجاب النظر ليه الموسيقى التصورية حلوة جدا وليها شخصية قوية وهي بكل تأكيد من أهم العوامل اللي بتساعد المشاهد خلال تحولات البطل ممكن تكون في المرتبة التانية وراء أداء خوكين فينيكس نفسه طبعا أفضل أداء في السنة بكل تأكيد والدور كان مليان تحديات مش عشان بنتكلم عن المجرم السايكوباتي والقاتل العنيف الشهير ولا عشان الدور مليان انفعالات متفجرة وأساليب تعبير مجنونة ولكن عشان كل ده محتاج يتقدم بالتدريج لازم دايما نفضل فاكرين الفرق ما بين طبيعة الشخصية واللي بيتعرض له والقرارات اللي قدامه لازم دايما نبقى قادرين نفرق ما بين الأوقات اللي هو فيها ضحية والأوقات اللي هو فيها مجرم يمكن أداء فينيكس في النقطة دي بالتحديد تفوق على الفيلم نفسه لأن من عيوب الفيلم على فكرها أنه كان متحيز لتصنيف معين للشخصية على حساب الآخر وكين فينيكس قدر يقدم أسلوب منعش لتكسيد الشخصية رغم النطاق المنتفخ بأساليب مختلفة لتكسيد شخصيات مشابهة ويمكن كمان يكون منتفخ بأساليب مختلفة لتكسيد نفس الشخصية يمكن كمان التحدي ما كانش تهديد المقارنة بأداء هيت لتجر ولكن كان في فصل الشخصية عنه وفي بعض الأوقات اللي استفادة منه ويمكن كمان اللي استفادة من أداء جارد لتو اللي كلنا دلوقتي بنمثل إنه ما حصلش لأن اللي فينيكس بيقدمه وخصوصا في مشاهد العنف معتمد بقوة على الطبيعة الماكرة للجوكر بتاع لتجر وعلى انعدام الرحمة في الجوكر بتاعاته يا جماعة انتوا عارفين قد إيه أنا بحب المقارنات ومراجع القياس ولكن بمنتهى الأمانة أنا مش قادر أفكر في مساحات للمقارنة قد ما قادر أفكر في مساحات للتكامل بس الصراحة الرجل متوحد مع المعاناة النفسية بتاعت شخصيته بشكل مرعب انتوا يا أخوانا مأمنين على الرجل ده ولا كل شوية حنخسر واحد في حدسة جوكر نوصل بعد كده للنواحي اللي حقيقي رأي فيها بيختلف بناء على المنظور تسلسلات ومشاهد وقرارات حقيقي متعب ديش إلا لو فضلنا فاكرين إن ده الجوكر وإن دي جاثم مشاهد التعبيرات الحركية وخصوصا من خلال الرأس التأثير المفاجئ لبعض التصرفات اللي بتلهم وبتثير الرأي العام الدخول المباشر في مواجهات معينة بدون التقديم المناسب الزاوية الرومانسية واللي بتكشف جانب من شخصيتنا حقيقي مش مفيد في حاجة هقدر أتكلم عن الحاجات دي بوضوح أكتر في المناقشة اللي حيبقى فيها حرية حرق على بوديو ولكن في الوقت الحالي أنا لازم أتجنب الحرق وآه الفيلم في صدمات وفي مفاجآت محدش يحب إنها تتحرق له والحقيقة لازم أحيي السيناريو على شجاعته في تقدمها وعدم الخوف منها ولكن الأمثلة اللي اتكلمت عنها هتفضل عاملة زي ما تكون آلة بتنشز في مقطوعة موسيقية كانت ممكن تبقى متكاملة وحتعدي بأمان بس لو فضلنا فاكرين إحنا فين وبنتعامل مع مين آه وبمناسبة الصدمة العنف في الفيلم ده حقيقي صادم ولكنه متقن جدا سواء على المستوى التقني أو على المستوى الفني ومشاهد العنف في الفيلم بتمثل التحولات المحورية في رحلة الشخصية لا حقيقي من غير المشاهد دي بتفاصيلها دي الموضوع ما يمشيش جوكر فيلم رائع وأنا حقيقي استمتعت بيه وبيفرش لإمكانية عالم سينمائي أكثر إثارة للاهتمام بكتير من العالم السينمائي اللي دي سي حشرين نفسهم فيه عنده عيوب طبعا بس برضو عنده مميزات صارخة بتعوض كتير من النقط اللي كان ممكن يخسرها عنده وعي كبير قوي بموضوعه وبيستثمر في الموضوع ده بقوة عشان يبيع ما كان من الممكن أن يكون صعب يتباع في ظروف أخرى مفيش وجه من الوجهين للعملة اللي اتكلمت عنها ممكن يخلي الفيلم ده متكامل حتى لو بصنا له بس على إنه قصة جوكر في عيوب تانية حتطلع زي التركيز في بناء شخصية الجوكر على نواحي كتير وإهمال نواحي تانية مهمة جدا في تعريف الشخصية فيمكن من الأفضل إن إحنا نشغل نفسنا بقد إيه الفيلم ده حلو بدل ما نفكر في إزاي نخلي الفيلم ده متكامل لإنه كمان بيقدم لنا منافس قوي في موسم الجوائز ومش بس في فئة الممثل الرئيسي هو الحقيقة فئة الممثل الرئيسي ما بقاش فيها منافسة قوي دلوقتي ودي مش مفاجأة يا جماعة واكين فينيكس من سنتين لسه مقدم أداء ما يقلش أبدا عن الأداء ده بس دلوقتي عشان الجملة بقى فيها كلمة جوكر تقييمي لفيلم جوكر هو 8 من 10 روحوا شوفوا الفيلم في السينما يا جماعة مفيش تقطيع ولا حاجة وآه مفيش مشهد بعد تتر النهاية فأول ما تشوفوا كلمة النهاية تقدروا تقوموا تهربوا مناقشة الحلقة حتى لو في جدل حوالين الفيلم فيبدو إن فيه اتفاق مطلق على أخواكين فينيكس فهل تتوقعوا إن ده ممكن يشجعوا للرجوع للشخصية في المستقبل القريب؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وباز وبي باي